النساء التي تشاهدنا الآن على علم بوجود طباقة اللبنانية اسمها عبير الصغير كيف لا وهي التي يتابعها أكثر من ثلاث وعشرين مليون شخص على تيك توك تابعونها هناك على منصة هذه الشيف اللبنانية نشرت صور وفيديوهات من زيارتها إلى الجزائر توثق الآن عبير يوميتها هنا وتقوم من خلال ذلك بالترويج للثقافة والسياحة الجزائرية كهذا الفيديو سبق وأن نشرت عبير هذه السطوري على إنستجرام تبدي فيه إعجابها الشديد بالفلوغات التي صورها صانع المحتوى جوح الطعب هنا في الجزائر وكان ذلك تحفيزا لها لزيارة وطننا كما نقرأ هنا في تعليقها في السطوري عبرت الشيف عن إعجابها الكبير ببلد المليون والنصف مليون شهيد وتنوع الآكل والتراث واللباس التقليدي الجزائري وظهرت وهي تجرب وعدة أطباق تقليدية شهيرة بشوارع العاصمة من بينها كما نرى هنا القرانطيطة هو أهل المحاجب لنشاهد تجربتها في الفيديو لم تتوقف شيف شهيرة عند الطبخ لكنها فتنت باللباس التقليدي الأمازيغي الذي اشترته فجأة بينما كانت تبحث عن اللباس العاصمي عندما تمروا إلى السطوري التي تلي هذا الفيديو سنجد إلياذة الجزائر كما نرى في هذه الصورة جزائر يا مطلع المعجزات ويا جنة الله في الكائنات إلى تعليقاتكم والبداية برندة التي كتبت عبير مرحبا بها نورت الجزائر أما عادل فعلق مرحبا بها هي من أحسن طبخين اللي زاروا الجزائر وتعليق لنهاد كتبت شحال تعجبني عندها محتوى مظيف الله يوفقها تعليق آخر نعم لساميرا التي كتبت لتصحيح نحن عندنا مئات الأثواب التقليدية والفساتين والجباب ما لا يعد ولا يحصى وصلنا هنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم ترند على شاشة الشروق الإخبارية شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة